موسيقى عشاء خاطري قدرت استعملها انا الاول وبعد كده ممكن اعمل الموضوع ده للناس كثيرة يتكفلوا منها بلقت انا التخصص بتاعي ميكانيكا السيارات اساس وشغال في الاكترونيات يعني الاتنين مع بعضين وهي العربية ديت معصومة الشقين الكهرباء والاكترونيات قولت انا افكر حاجة تشغل بالموضوع ده جبت صممت المطور صغير طبعا مواتين الكهرباء دي بتاع العربية الكهربية مش موجودة في مصر الاساس اكتريت اصمم مطور صغير على قد دي امكانيات يعني بحيث ان يتشغل ايه يتشغل في العربية ديت ويحرك الواجن دي بتاع العربية دي هما قدروا 500 كيلو كده الواجن دي او على قد دي امكانيات قولتها تغرب لعمل ايه على قد دي امكانيات بتاعتي جمعت البودي عملت الشاسيه الاول مع ناس حددين جاملين هنا ورشة تاني بتاع حدادها وبقيت اصغل في اللحام برضو جبت جمعت على الاكتسوارات اللي في السوق يعني اللي موجودة ايه الجنوطة مثلا الجنوطة الاثناشر بتاع التوك توك والحاجات اللي في السورات بعد كده برضو حاجات في المتناول عشان بعد كده انتكسرت من حاجة عليها متوفرة وبنسبة للتاقة الشمسية ايه اللي حاصل بالنتسبة للتاقة الشمسية ايه 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 اذ عشان ضج المكامات وفى ان ان Brigitte الهي 이ه الطاقة الشمسية الهي بتشغل المنازل يعني والحاجات دي same والتاق بالتي لازم ادعمها بي ايه الحاجات توفر الطاقة شوي كده عشان بشي دقي احنا ممكن تهرب شحن منك وانا ماشي مثلا الطاقة الشمسية لو ماشي بالنهار هتعتوق ممم ماتقافش منك العربية يعني هي شغالة بالطاقة الشمسية والكهابة والشحن الكهربة يعني 220 المنزل العالي يعني السرعة بتاعتها ما بين 40 إلى 45 كيلو في الساعة الشحنة الواحدة ممكن تماشيك حوالي 90 أو 100 كيلو على حسب شطواء الشمس يعني الشحنة بتاعتها في اليوم يعني الست ساعات اللي بتشحنون دولامة خافين المشوق المسافة اللي بقول عليها دي المشكلة في إيه بقى عندي مشكلة العربية مشت ومفيش مش 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 إيه ما المشاكل اللي بتواجهك بعد تصنيعك للعابية المشاكل اللي بتواجهني الوقت احنا في ناس عاودين مستثمرين عاودين تقولوا في المجال التصنيع معايا كشراكة يعني بس المشكلة اللي بتوجيهم عشان التسويق اي زبون هيفشلي العربية دي بترخص ولا تمام بترخص ولا فموضوع الترخيص ده اللي منسبب للمشكلة العربية الكهرباء دي ما عرفش نظام الترخيص هي احنا عاودين يرخص تب انت سألت مسؤولين وقالوا لك ما ينفعش تتفخص ولا لا كانت ندلت عربيات السنة اللي فاتت ندلت العربيات كهرباء فما وفقوش على ترخيصة في الداهلية العربية اللي شابه واربع عجلات في التلت عجلات مانا يعني انت تناشل المسؤولين انه هو يفتحوا باب الترخيص للعيابيات ان يسمحونا بمصنع نعمل مصنع صغير لتجميع العربيات دي وهيبقى المنتج المصري فيها اكتر من 65% يعني الحاجات التصنيع الحاجات الاكسسورات المصري اكتر من 65% احنا مش انا نستورد من بره للمطور ممكن نصنع المطور هنا عبدال لو في قتاحك ليه الامكانيات هنا انا ممكن نصنع المطور هنا ده ما عملت المطور ده يدوي لو فيه معدات ولا حاجة اصنع المطور ده عندي كمنة العربية 100% صنع مصرية فاحنا عاودين من المسؤولين ناشر للمسؤولين ان التصريح بالعربية دي حتى تشتغل في المراكز والقريب بديل التكتك اللي بيستهلك بنزين وزيت وسيانة ده لا بنزين العربية دي ولا زيت ولا سيانة ولا اي محرقات نائية جفان موفر الطاقة وغير كده الاستلاك الطاقة بتاع الشحنة الواحدة اتنين كيلوات في اليوم بس على حسب التعريفة ده حوالة اتنين جنيه في اليوم لو استغلت استغلت ده حاجة زي كده وتنفذت وندلت السوق بلاد العالم كلها مشغلات الصين والهند واليابان كل العربية القربية دي بس على حتى بي مصانع املافة